موسيقى وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة كنيسة القديس جاورجيوس للروب الأرثوذوكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة ليس في قدمها وتاريخها فحسب بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدواء هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682 سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة فظهر له القديس جاورجيوس فجأة وقال له بالحرف الواحد يابني هذا مكان مقدس ابني له كنيسة في هذا الموقع هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة الكثيرة حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب وأهم عجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتن إلى هذا المكان المقدس ويطلبنا الغيف من الله وأثناء الصلوات وتضرع إلى الله من أجل الغيف فجأة يأتي الغيف ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جادر الذي كان أيضاً بيتكرم وجود ويقيم احتفالاً وعشاءاً تكريماً للسيدات بعد أن يتم نزول المطر وهذا شاهد كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك كثير من المرضى شفوا هناك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة فجأة بدأت بالمنادة على والدتها بأنها تشاهد كل شيء فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيف اليوم الثاني وقال لها بأن ابنتها قد شفيت تماماً من مرض العيون كثير من المرضى المنصابين بأمراض خطيرة جداً وعن أسماءهم ومعروفين لدينا شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصوا على كل شيء هذه طبعاً الكنيسة التي تفتح أبوابها للجميع والكنيسة أيضاً والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها وهذا هو التعايش اللي من نادي فيه والناس من نادي فيه هنا لكون التعايش هنا الإخاء هنا المحبة متواجدين هنا المجاوين الكنيسي هناك المسلمين ومسيحيين الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلط حوالي 6 كيلومتر تقريباً ما بين المغارة وقلعة الصلط هو لك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة وبين البلدية في دائماً أن تبقى الكنيسة شعلة ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها ليخرج المكان عن صمته تعبيراً عن رسالة السماء للذين في الأرض ترجمة نانسي قنقر